الأحكام الشرعية منهج الله عز وجل لعبادة وهي بذرة خير لمن انضبط بها سيصل إلى النتائج تعالوا اليوم في حلقتنا من برنامج بذور الخير نتعرف على الأحكام الشرعية فحياكم الله وجميع الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل هي عبارة عن منهج الحياة كيف نسير في الدنيا يعني اليوم أنت عندما تشتري جهاز كهربائي تشتري سيارة تشتري أي آلة يرسل لك المصنع معها دليل التشغيل فنحن اليوم نستطيع أن نقول الأحكام الشرعية هي دليل التشغيل الإنساني ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة طنكة ومش ذكر الله عز وجل فقط التسبيح والاستغفار والتحميد لا شك إنه هذا له فائدة ولكن المقصود في ذكر الله عز وجل المنهج هو طريقة الله في تسيير الأشياء أنت اليوم إذا كان عندك شجرة قد يقول لك المهندس الزراعي إذا زدت الماء عليها فإنها تموت وإذا أنقصت الماء عليها فإنها تموت فلابد أن تسقيها بقدر معلوم في أيام معلومة إلى آخر يضع لك منهج كيف تستطيع أن تبقى هذه الشجرة غضة طرية جميلة تستأنس بوجودها ولله المثل الأعلى الذي خلقنا سبحانه وتعالى جعل هناك منهاج سماه الأحكام الشرعية لكن السؤال هل الأحكام الشرعية التي وضعها الله عز وجل يريد الله تبارك وتعالى منها أن يزعجنا أن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعذبنا معاذ الله عز وجل معاذ الله يريد الله تبارك وتعالى من الأحكام الشرعية التي أعطانا إياها أن يضبط مسيرة الحياة لكن لن تجد حكما شرعيا واحدا فوق طاقتك أبدا لن تجد وإذا وصل الأمر في بعض القضايا الشرعية والأحكام الشرعية إذا وصل الأمر إلى أن تتعارض مصلحتك مع الحكم الشرعي من حيث المشقة يعني في مشقة كبرى في أداء الحكم الشرعي لا يستطيع البشر أن يتحملها يسقط الله عز وجل حكم الشرعي أعطيك مثال صلاة الجمعة واجبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أتركوا العمل وتوجهوا إلى بيت من بيوت الله لأداء الصلاة طيب فيه إنسان عنده في البيت مريض ابن أم أب مكان عنده في البيت مريض يحتاج إلى رعاية هذا الإنسان لا توجه إلى صلاة الجمعة هل سيستوعب ماذا يقول الخطيب هل سيتفرق قلبه من أجل العبادة ومن الذي يعتني بهذا المريض قد يحتاج المريض إلى شيء طارئ فمن الذي يكون عنده هل تعلم أن الله يسقط صلاة الجمعة التي أثبتها في القرآن رعاية لهذا المريض طيب أنا مسافر وعندي مشقة في الوضوء ومشقة في النزول إلى الصلاة وأنا أريد أن أمضي الوقت والوقت سريع وأنا أريد أن أنهي سفري طيب الحل الحل لا تزعج نفسك في الصلاة إن جاز أن نقول إزعاج لا تشغل نفسك فإما أن تجعل هناك وقتا واسعا بأن تجمع الظهر مع العصر إلى وقت المغرب فالنهار كله لك وإما أن تنقل صلاة العصر إلى صلاة الظهر فتجعل الوقت أيضا كله لك وهذا اسم الجمعة وبدلا من أن تصلي ثمان ركعات صلي أربع ركعات ركعتين الظهر وركعتين العصر الله عز وجل لا يقدم تنازلات ولا يقدم لك تنزلات ولكن الله يراعي مصلحتك لأن الأحكام الشرعية ما فرضت إلا رعاية لمصلحتك هذه الأحكام الشرعية ليس المقصود منها أن الله سيصله شيء من عبادتنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها أنت عندما تذبح لوجه لله عندما تتصدق لوجه الله عندما تتصدق وتقوم بعمل الصالحات لوجه الله الله لا يستفيد سبحانه وتعالى غني عن العالمين ولكن من المستفيد؟ أنا المستفيد و لذلك أعطيك مثال لو أنت اليوم تخيلت حياة مثالية لا كذب فيها والصدق فيها موجود لا خيانة فيها والأمانة فيها موجودة لا خمر فيها والصحيان هو الموجود لا مخدرات فيها والصحة هي الموجودة تخيل حياة بشرية نموذجية اكتب قائمة نريد كذا ولا نريد كذا ستجد في قائمتك أن كل ما تطالب به من إيجابية في حياتك أنت مطالب بها بأحكام الله و ستجد أن كل ما لا تريد أن تراه في حياتك محرم في شرع الله إذن إذا ردت الحياة المثالية فقرأ في أحكام الله عز وجل و انظر في الأحكام الشرعية التي يريدها الله عز وجل الأحكام الشرعية جاءت حتى ترق الناس لكن وين مشكلة الناس؟ أين المشكلة؟ مشكلة بعض الناس أنه لا يستطيع أن يترقى إلى الحكم الشرعي فيريد أن ينزل الحكم الشرعي إلى مستوى الذي يعيش فيه وهذا أخبر الأخطاء أنا قد أخطئ في الحكم الشرعي فأكون خصما للشيطان ولكن إذا تلاعبت بالحكم الشرعي فأنت أصبحت خصما للرحمن إذا أخطأت في حكم الشرعي الخمر حرام و شربت الخمر؟ أخطأت زلت قدمي أنا خصم الشيطان صراعي مع الشيطان فيغلبني أحيانا وأغلبه أحيانا أمتنع عن الخمر أحيانا فأغلب الشيطان و يغلبني الشيطان فتزل قدمي وأشرب الخمر صراعي مع من؟ صراعي مع الشيطان لكن في اللحظة التي أقول فيها ومن قال لك أن الخمر حرام؟ بدأت أتلاعب في الحكم الشرعي لأني لا أستطيع أن أترقى إلى مستوى فبدأت أنزل في الحكم الشرعي وأغير من أحكام الله عز وجل في اللحظة التي تغير بها أحكام الله فقد أصبحت خصما لله فأنا إذا كنت خصم للشيطان في أمل أغلبه لكن إذا كنت خصم لله كيف أغلب الله عز وجل؟ من الذي يستطيع أن يغلب الله؟ و لذلك والله يا إخواني نصيحة و رسالة إلى كل من لا يستطيع أن يطبق حكما من أحكام الله سواء كان الحكم كبيرا أو صغيرا سواء كان الحكم فرديا أو جماعيا اعترف بتقصيرك بينك وبين الله فإن ذنبك قابل للمغفرة و إياك أن تتحدى الله في أحكامه فتخرج من ملتك هذه مشكلة كبرى اليوم إحنا في معنا بوصلة بتدلنا على الشمال و بتدلنا على الجنوب فالشمال من هذا الاتجاه البوصلة تدلني أن الشمال بهذا الاتجاه فأنا أردت أن أمشي باتجاه الشرق أنت حر تمشي بالشرق تمشي بالغرب تتوجه للشمال تتوجه للجنوب أنت حر البوصلة تقول ها هنا الشمال و أنت حر أين تتوجه لكن أين المشكلة إذا كسرت البوصلة و قلت لا أنا سأتوجه إلى الجنوب و لن أستمع لكلام البوصلة و إشارتها و دلالتها و كسرت البوصلة نفس الشيء في أحكام الله حكم الله أنه هذا الفعل حرام لا أستطيع أن أطبقه أنت حر أنت تقع في ذنب أنت تقع في ذنب كمن يخالف اتجاه البوصلة لكن اللحظة الخطيرة جدا عندما يتطرق إلى ذهنك أن تكسر حكم الله فتغير أحكام الله لشهوات النفسية أو شهوات جماعية أو شهوات فلان أو شهوات علان أنت هنا كسرت البوصلة و في اللحظة التي تريد أن ترجع إلى التوبة و في اللحظة التي تريد أن ترجع إلى الله لن تجد من يدلك على الله عز وجل و هذا ذكره الله في القرآن الكريم و إذا قيل له اتق الله اتق الله أخذته العزة بالإثم لأنه كان قد خلط أحكام الله بعضها مع بعض فما عاد يدرك أين الصواب و أين الخطأ و إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم النتيجة فحسبه جهنم هو الذي حكم على نفسه بهذه المصير نسأل الله لنا جميع الهداية إذا الأحكام الشرعية التي وضعها الله عز وجل إنما رسم لنا منهج في الحياة و طريق في الحياة حتى لا يكون خلقنا عبثا و حتى لا نكون وجودنا في هذه الحياة وجودا شهوانيا و حتى لا يكون وجودنا في هذه الحياة وجودا بحكم طبائع الأشياء و إنما نحن مكرمون بتكريم الله عز وجل و من مقتضيات تكريم الله أن يخاطبك الله كيف تتصرف تجاه المياه تجاه الهواء تجاه الشجر تجاه الحجر تجاه البشر تجاه المال تجاه المجرم تجاه المذنب تجاه الصالحين تجاه العاصين كل هؤلاء أوجد الله لك مناهج للتعامل معهم ما فرطنا في كتابه من شيء لكن كونك لا تعلم اسأل الله بيقول لك ما فرطنا في كتابه من شيء طب أنا مش شايف أه أنت الذي لم ترى لكن اسأل العلماء و فوق كل ذي علم عليم و لا يعيبك أن تسأل و لا يعيبك أن تستسر لفلان تعال فهمني هالقصة كيف بتصير هاي و لا يعيبك أن تسأل أن أحكام الله عز وجل لأن من حقك أن تتعلم و من واجب العلماء أن يعلموا و من حقك أن تستفيد و من واجب العلماء أن يفيدوك و أن لا يكتبوا عنك شيئا و ذلك الأحكام الشرعية لا ينظر لها على أنها نوع من التجزي لا اليوم عندما يرسلون سفيرا إلى دولة من الدول يضعون له قائمة في الأشياء المسموحة و الأشياء الممنوعة و كيف يأكل و كيف يقابل رئيس الدولة التي يذهب إليها و كيف يكون البرتوكول بكذا و ماذا يلبس و متى يأتي و متى و كل هذا فأحد السفراء عندما عين على سبيل المثال نظر في هذه القائمة فقال الله أكبر كل هذا مطلوب مني أنا تركت الوظيفة نقول له هذه الأشياء التي طلبت منك حتى تصبح في مستوى أن تمثل بلدك و تمثل دولتك ليس المقصود من هذه الأحكام التي تقرأها أن نعذبك و لا أن نضيق عليك معيشتك و لكن حتى تكون في مستوى يليق بالدولة التي أرسلتك و لله المثل الأعلى إني جاعل في الأرض خليفة فيا خلفاء الله في أرضه قد أنزل الله لكم منهجا تستقيم به الحياة فينفى عنه الظلم و يحل به العدل تحاربون به الظلام و يتحل عليكم الأنوار فتدركوا بركات السماء في الدنيا و تدركوا بركات الله في الآخرة هذا شو اسمه اسم الأحكام الشرعية فالذين يكرهون الأحكام الشرعية لأنهم ما وصلت إليهم الفكرة عن الحكم الشرعي ظنوا أن الحكم الشرعي جلد و ضرب و سفك و اقتلوه و اجلدوه هذه أحكام في المسلسلات هذه أحكام هذه أحكام في المسرحيات لكن ليست أحكام الديانات حكم الدين شيء و منهج الله شيء و تصور الناس عن هذه الأحكام قد يكون شيئا آخر و قد يكون شيئا مختلفا و نحن اليوم من بذور الخير أن نعيد مرة ثانية إفشاء أحكام الله عز وجل التي تستوعب كل البشرية فلا تؤذي أحدا لا في معتقده و لا في جسده و لا في دينه و لا في ماله و لا في بدنه و إنما تكفل السلم العالمي بالأحكام الشرعية نسأل الله تباره تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا إلا نلتقي بكم أستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة